وأعظم دليل على صدق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تصلى على كتير بيسألوا بنت خالد معدان أحد الصالحين يعني حدثين بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله والله كان كل يوم يجي ينام كده هو ينام الصبح ينام بالليل ينام العصر كل وقت يجي ينام فيه يقول والله قالت والله ما كان يأوي أبي إلى فراشه إلا وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على الحب يا على الحب الناس الليل النهار مجغولة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا 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 يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إنني لا أكون في أهلي أنا ما أكون مع أهلي فأتذكرك فأترك أهلي وأولادي وآتي لأنظر إليك أي حشان أعظى أنظر الله كده يا رسول الله والله يا رسول الله إذا كنت معك ما استطعت أن أضع عيني عنك ما أضعش حط عيني كده أنا أفضل أبصلك كده والله يا رسول الله بدت ليلة بشري ليلة ليه ليه بدت ليلة بشري ليلة قالت ذكرت موتي وموتك فعلمت أنك إذا ميت وفعت في أحلى درجات الجنة وأنا إذا ميته كنت دون درجاتك وهذا ما لا يطاق يا رسول الله ما قدرش ما قدرش يبعد عنك ما قدرش لساني يفارك الصلاة عليك وما قدرش عيني تبقى بعيد عنك يا رسول الله إيه الحب ده دي من أعظم علامات الحب كثرت الذكر إنه الإنسان عارفين عارفين الأخ اللي ما شاء الله عمره وعمره في حياته ما مشى مع بنات والحمد لله تقدم لخطبة بنت وعقد عليها وهو رايح لها راكب التاكس رايح لها عمال يتكلم مع صاحب التاكس على ذات الدين وصاحبة الدين وبيقصدها وقاعد مع صحابه ما بيتكلمش اللي عليها وقاعد مع أهله ما فيش كلام إلا على البنت دي بيحب بقى وحب حلال ما شاء الله تخيلوا إن ده حب صادق والحب الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احنا دايما نبقى فاكرينه وإنت بتطبخي في المطبخ صلي على النبي وإنت قاعد مع أولادك صلي على النبي وإنت واقفة على الغسالة بتغسلي هدوم صلي على النبي لا لا إنت واقفة في البلكونة بتحط الثياب بتنشر الهدوم بتاعتكم صلوا على النبي وإنت يا ابن رايح شغلك صلي على النبي في المقرباص وإنت راجع صلي على النبي املوا حياتكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي لينا وسبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليصلي علي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة تصلي على النبي وتطلب علي الوسيلة ساعتها تبلغ من القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلنا إن من المحفزات للصلاة على النبي إنك تعرف إنه كان بيصلي عليه كتير ومن المحفزات في الصلاة على النبي إنك تعرف أجر الصلاة على النبي فمن المحفزات المحفزات اللي بتحفز عبدالصلاة على النبي إنه يعرف خطر إنه ينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم